السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم تحقين دموي عامل الرزيوس خلال تحقين دموي الأول نعتبر أن المعطي شخص إيراش بلوس أي الكوريات حمراء حاملة لعامل الرزيوس بينما المتلقي في هذه الحالة فهو شخص إيراش موا أي غياب لعامل الرزيوس على مستوى الكوريات الحمراء عندما نقوم بإدخال كوريات حمراء حاملة لعامل الرزيوس إلى دم متلقي بطبع الحالة يتوفر على عامل الرزيوس هذا سيؤدي إلى حدود استجابة مناعية تؤدي إلى إنتاج مضادات السمد الضعامل الريزوس دلآن أصبح الآن على مستوى بلازما الشخص المتلقي تواجد لمضادات السمد الضعامل الريزوس خلال التحقين الدموي الثاني كما ستلاحظون معي دائما المعطي شخص إراج بلوس أي الكرية الحمراء حاملة لعمل الريزوس ولدينا نفس المتلقي بطبع حال الذي الآن أصبح الآن على مستوى بلازما هذا الشخص بطبع حال هناك تواجد لمضادات السمد الضعامل الريزوس فعلا دخول قرية حمراء حاملة لعمل الريزيوس إلى دم شخص على مستوى البلازمة توجد مضادة السام ضد عامل الريزيوس هذا سيؤدي كما نلاحظ بضبط حال إلى ربط القرية الحمراء في مبينها كما نلاحظ أن هناك تكامل بين مضادة السام ضد عامل الريزيوس وعامل الريزيوس سيؤدي إلى ربط القرية الحمراء في مبينها فعلا مضادة السام تربط الكورية الحمراء في مبينها مما سيؤدي إلى حدوث عملية التلكد والتي قد تؤدي بضبط حال إلى وفاة المتلقي ذا الحالة التي لا يجوز فيها إنجاز تحقين دموي هي الحالة التي يكون فيها المعطي إيراش بلوس أي الكورية الحمراء حاملة لعامل ريزيوس ويكون المتلقي شخص بضبط حال إيراش موه أي الكورية الحمراء لا تحمل عامل ريزيوس عامل ريزيوس يطرح مشاكل بالنسبة للمرأة الحاملة في حالة كانت هذه المرأة الأم بطبيعة حال إيراش موه أي كورية الحمراء لا تحمل عامل ريزيوس من خلال الحمل الأول نفترض أن الأم إيراش موه والحميل إيراش بلوس خلال الولادة الأولى كما تلاحظون معي هناك اختلاط لدم المولود مع دم الأم سيؤدي بطبيعة حال إذن وجود كورية حمراء المولود على مستوى دم الأم أو بطبيعة حال الحاملة لعامل ريزيوس سوف يؤدي إلى حدود استجابة مناعية ضد عامل ريزيوس سوف يدفع بالجهاز المناعي للأم إلى إنتاج مضادات السم ضد عامل ريزيوس إذن الآن جسم الأم على مستوى بلازما بطبيعة حال هناك تواجد لمضادات الريزيوس أي مضادات السم ضد عامل ريزيوس أما خلال الحمل الثاني فدائما الأوم إيراش ما ولكن الآن يتوفر على مستوى البلازما بطبع حال دم الأوم مضادة إيراش بلوس سوف نسجل تصرب لمضادة الزام ضد عامل ريزيوس عبر المشيمة في اتجاه دم الحميل بطبع حال مما يؤدي كما ستلاحظون معي بطبع حال إلى حدوث فقر شديد في الدم الدم الحميل في هذه الحالة الشيء الذي قد يؤدي إلى موت الحميل إذن لتجنب هذه العواقب الخطيرة على الحميل يجب على الأم أن تأخذها بعد كل ولادة بأقل من 72 ساعة حقنة هذه الحقنة ستعمل على تدمير مضادة الزام ضد عامل الريزيوس وبالتالي بطبع حال في هذه الحالة حماية الحميل خلال الحمل الموالي شكرا على انتباهكم وإلى موضوع آخر إن شاء الله